ورجعنا لكم مرة تانية ولسا مكمليين حلقتنا ومعنا ومنورنا لدم معتز إينو وتعالى دلوقتي بقى نروح لعبة الحريفة في قدامنا بولتين فيها واحدة أسئلة وواحدة حكم هتسحب ورقتين وترى السؤال وترى الحكم وتختار يا الحكم يا السؤال بنا يص أه فأسئلة مش سهل لأ وعندك برضو في الآخر ممكن تستخدم خاصية الفار دي بس على شديد في فار آه ما ليه لأننا نستخدمه في الآخر لو عايز توضح حاجة أو تقول حاجة للجمهور أقول السؤال لأ ثانية واحدة حداك تسحب ورقتين ورقة من هنا ورقة من هنا لأ دغيش هرده لأ ورقة من هنا ورقة من هنا هتقول السؤال ولا الحكم هو يقرى الاثنين الأول يقرى الاثنين يقرى السؤال وقرى الحكم أقرى ده وده أه يلا الحكم مكلم مراتك دلوقتي يسألها على رقم التشيرت بتاعك في الآخر السؤال طب ماشي خلي الاعداد يكلموه عادي طب ما تجاوب السؤال ايه لعبة الكورا انتماء ولا بيزنس ولا شغل بس انت عمل ايه تختار ايه انت عايزين ايه اللي انت عايزة والله انا لو علينا انا عايزة نتبين انا عايزة نكلم المادام وعايزة نتبين طب خلاص خليوم يكلموه عادي طب يتكلموه كله انت معاك موبايلك صح؟ اتصل بيها ما هنسمعها ازاي؟ اتصل بيها بس وفتح سبيكر طب هم يكلموه اتصل بيها وفتح سبيكر هنسمعها طب هرد على سؤال؟ مش اخطر السؤال لا عادي والله يكلموه لكن انا عايزة ارد على ده بيش لا ودلوقتي كان زمان في انتماء هتكلم بصراحة كان زمان في انتماء عشان ما كانش الفلوس زي دلوقتي او الارقام اللي احنا بنسمعها دلوقتي ما كانش موجودة زماني فكان الانتماء صعب او انك تلاقي مثلا كابتان حسنش حتى ده يروح الالي صعب جدا انك تلاقي كابتان محمود خطيب ده يروح زمالي فهمة كان فيه كده كوادر صعب تروح من الهن فكان الانتماء او الاتشيرت كان الموضوع يعني كبير جدا يعني دلوقتي على سبيل المثال ناس كتير قوي ممكن بتسيب هنا وتروح هنا عشان الفلوس دلوقتي كل الناس بتبص او بيحب النادي بتاعه لكن معلش الاحتراف وكلنا بنشوف الناس بره وفي أوروبا ولعيبة كتيرة بتسيب هنا وبتروح هنا فخلاص بقى الموضوع بقى خلاص بقى بيزنس فيه ناس دلوقتي زي ما مكتوب قدامي بتعاملوا معها اللي هي بيزنس عايز يؤمن مستقبله ويؤمن مستقبل ولاده عشان عارف اللي بعد الكرة عارف اللي بعد الكرة الموضوع هيبقى صعب جدا دي المدارة؟ مدارة؟ احنا اللي هنكلم فعارف اللي الموضوع هيبقى صعب بعد الكرة فهو يقولك لأ أنا بلعب الكرة دي زي ما قلتلك هي فترة فانت لازم تعمل منها فلوس كويس عشان تقدر بعد كده فيه ناس مش كل الناس هتبقى مدربين مش كل الناس هتبقى محللين فليقول لك لا أنا بعمل عشان بعد كده بعمل لأ أنا بيزنس لوحدي بشوف أموري ديني يا كابتل شكرا لا خلاص ورقتين تانيين هما كده احنا هنجاوه لكل دعم هتسحب ورقتين انا ممكن اعمل كده بدل ما يبقوا متركتبين لا لا مش متركتبين على فكرة هنا في مصدقية مش حدش هيرقصني الوحيد اللي رقصني مس ترقص بلد انا هريس واحد ايوا تختار ايه السؤال ولا الحكم لا هختار السؤال طبعا هو ايه السؤال و ايه الحكم الحكم انزل عشين ضغط يا نهرة بيض لا يا كابتل ازاي يعني ده حكم سهل عليك احنا الاعداد بتاعنا احنا ده الاعداد متوسط والسؤال ليه قلت ما فيش مدرب مصر ينفع للأهل اه تفتح دايما الانديات كبيرة يعني عندها عودة الاجنبي عودة الخواجة فطوله عمرنا عارفين الأهل وزمانك دايما بيجيبه نجوم كبار يعني مدربين أجانب بحكم اللي هما كمان فيه نجوم كتير ولعبة دولية سواء في الأهل أو في الزمانك فعشان يقدر يسيطر الاجنبي بيبجاه ما يعرفش مين معتز مين أبو تريكا مين جمعة هو ليه كويس في الملعب وبس كورة آه كورة بيبص كورة فما عندوش حتة العطفة احنا كمصريين رقم واحد لو مدرب مصري على الأقل على الأقل هيعمل حساب لفلان هيعمل حساب لكابتن فلان لإسمه حتى لنجوميته العطفة ممكن تاخده في بعض القرارات فهو دايما يقول لك يعني النادي الأهلي طول عمره بيجيب لعيبة يعني كأوكبة من النجوم فانت لما يبقى عندك 25-30 نجم عشان تسيطر عليهم لازم أجنبي صحيح يعني ده من وجهة نظري عشان تسيطر عليهم لازم أجنبي عشان الأجنبي ما يعرفش مين أحمد من محمد ما يعرفش هو كلهم بالنسبة لي لعيبة هيبقى في حيادية يعني كلهم سواسية لكن ممكن المداربة المصري لأ أبو تريكا نجم النجوم فده لو قعدتوا المبارة دي الجمهور ممكن يقلب علي الأجنبي ما عندوش الحتة الأجنبي ما عندوش الأجنبي هيقعد الكبير قبل الصغير وممكن يلعب الصغير أنا في الزمالك مقفين جدك كنت بلعف وسط النجوم حازم إمامه جمال حامزة وي وي أنا بديكي مثال وأنا كنت لسه ناشئ طالع محدش يعرفني مفيش اتنين يعرفوني عائل صغير طالع رحمل عبني في وسط النجوم دي كلها دي كانت بدايتي أول ما حطيني في وسط عب حليم علي وعب واحد السيد وبشير التابعي وحطيني أنا الوحيد في وسط العشرة دول وفي دولة مكمل السنة كلها دي اللي عرفت الناس بي وكانت بدايتي فده الأجنبي لو مصري هيخافي يقولك لا ده لسه ولد صغير ألعب واحد كبير أحسن بدل ما الجمهور يالي بعلي صح صح يا رف اللي باقتين الحمد لله أنا الحمد لله مش عمل الضخم الحمد لله مش عمل الضخم بعد الهوى بقى نعمل فالفتح أنا على الفكرة برد على كل الأسئلة ما عنديش مشكلة في أي حاج سؤال وحكم أنا نفسي تعمل حكمة يا كابتن بصراحة سأني بس أنا خليه يعمل حكمة في الأخذ بلازر أنا نسيتها وفي الحكم وفينا لا أبقى معروفة أقول لنا احنا نقول لك أميس نفسها نشف أميس 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 ترزجي أميس أميس بصي أخير محايا ما في جراء أو في فعلا إجابة على كل الأسئلة أتخضر أصلا ما فيهش حاجة أخير معسكر في النهاية الأهلي 2012 دي لما أنا مشيت على طول أنا اللي طلبت أمش على فكرة حتى كابتن كان كنا في تركيا ساعتها آخر معسكر لنا كنا في تركيا ورجعينا على الدوري يعني فترة الإعداد كان ترزجي لسا طالع يعني برضو صغير خالص ومحدش يعرفه خالص كان بيتمرى معنا قبل ما نسافر كولد طالع من ناشئين فهو كابتن حسان بدري كان معجب بي جدا زي ما أنا نفس قصتي الأديمة فهو وإحنا في المعسكر عايزي لعبه فجي علينا فمن خلال المبارات الودية اللي احنا هناك في التمرين لقيت اللي أنا بلعب عشر دقائق ربع ساعة ما بش بنزق لي وانت بقى خلاص المفروض اللي انت اسمي يعني خلاص بقيت نجا آه فمن اللعيبة الكبيرة وبلعب على طول وكان قبلها كابتن حسان بدري على طول بيلعبني وكان بيعتمد علي بس لقيته مرة واحدة بيعتمد على ترزجي وانا مثلا إيه ألعب عشر دقائق ربع ساعة فيه ماتش ملعبتوش خالص منزلتش أصلا فطالما ده بن بدري كده ده هيفضل كده طول الموسم فحسيت اللي أنا مش هيعتمد علي وأنا مش من نوع اللي أبقى موجود في مكان ما ليش دور ما تحستش سؤال واقف هنا ما ندمتش ما ندمتش ان انت مشت خدت القرار انك تمشي في ساعتها كان الموضوع سخن عايز ألعب في ساعتها في ساعتها دلوقتي دلوقتي طبعا ندمت اللي أنا يعني كان لازم اللي أنا أعود بس أنا كان عارف الموضوع بقى سخن وعايز ألعب وإزاي أن أعود وعارفة الدنيا واخداني بقى تشي الشباب لا أزاي ومش إزاي وأنا ميت نادي ياخدني وأنا راجل اسم وكل عندها هتجري وراي فأوقات مشيت ورا دماغي لكن لو راجع فيها الزمان لا كان نفسي اللي أنا أعود في النادي الأهلي وفي النادي الأهلي كبير جدا مش بقول كده عشانه في القناة الناس كله عارفة اللي عينه دغري بس لا النادي الأهلي بعد ما مشيت روحت حرس الحدود منظمها محترمة جدا وجبت جمف النادي الأهلي في الكابتMON حسام بادري يعني أول مباراة ضد الأهلي جبت جمف الكابتMON حسام بس مع احترام seal النادي الأهلي لأ هناك حاجة مختلفة لعبت سنتين في الحرس وبعدين روحت السنة طلعت الجيش طلبوني وبعدين سفرت الامارات وبعدين رجعت بقى خلاص قلت لأ يعني تفاية بقى فاللي انا عايز اقوله للنادي الاهلي غير كل اندية اللي يلعب في الاهلي لا الموضوع مختلف تماما بس يلا يا كابت لبعد يا كابت لسؤال حكم لا 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 سمعنا السؤال بعد ابنك يا كابت من فضلك لسه عند كلامك لما قلت في برنامج قبل كده تصريح يعني بعد اينه محدش بيعرف يشوت في مصر الحكم راني اغنية اه طيب بصي بقى يا كابتن بصي بقى يا كابتن لأ ليه ليه ما بعرفش اغني لا لا ايه ده كلام مش مظبوط انا عندي اصرار انك بتغني انا بلا ايه ده الناس هتطفق هنسهلها عليك من اغاني من اغاني جمهور الاهلي مش بعرف الله مش حافظهم مصلي يعني انا دايما كنت بسمعهم في الاستاد يعني وهما بيقولوها لنا لكن انا اللي انا اردد ده هيبقى الموضوع صعب هيبقى شكل وايح هل تجاوب على السؤال يا كابتن هل تجاوب على السؤال والله الا بعرف اغني بتاغني بصي يمكن انا قبل كده كنت بارده في لقاء في برنامج يعني كنا بنكلم على التزديدات اللي ما فيش حد دلوقتي بيشوت في مصر خالص فقالت لهم فعلا بعد ايه بس انا مقولش اينو بس يعني هو انا غلطان انا قلت بعد اينو حصني عبدرب اه اوكي متكتلة كده فانت ممكن تفك المباراة دي بشوتة تكسب بيها دلوقتي بابقى باتفرج على المباراة او مثلا بحل المباريات او فين وفين في التسعين ديه ممكن ما تشوفش تزديدة واحدة على المرمى فمع ان التزديد ده متعة وممكن بيخلي الناس تستمتع وانت دلوقتي كلنا لما واحد بيشوت ياه ده جاب جون شوتة اللي اقول كان غير كده كان محمد شاوي بيشوت كان اينو بيشوت كان حمزة الجمل بيشوت ابو الدهب بيشوت حسني عبدربو بيشوت كانت الناس دايما بتشوت فانا قلت كده عشان فعلا دلوقتي تتفرج على المباراة تحس اللي هي سجال راحة جاية لكن مفيش شوتة انا كنت دايما بحب الناس شوتة عشانا كنت دايما بشوت وانا كل اهدافي وكل جواني شوت من برة 18 من بعيد فدلوقتي ما بشوفش حد بشوت فانا عشان كده قلت محدش بيشوت دلوقتي انا بحب الناس الصريحة بحبش الناس اللي بتلف ودور بتتكلم لا مش انا خالص احنا هنرحمك من لابتش شوية احنا استحلي بالموضوع عجبك هربوك مست كده نشوف اسئلة بها الناس على السوشيال ميديا عندنا سؤال من وجهة نظر حضرتك مطش الاهلي اللي فات هيأثر على الاهلي في مشوار الاهلي في الدوري والكاس العالم الاندية عشان بجد احنا خايفين اللي حصل في السنين الاخرى وخسارة الدوري يحصل تاني لا خالص لا النادي الاهلي يعني اي فرقة في الدنيا ما بتكسبش على طول ولا بتخسر على طول فمش مشكلة كانش في توفيق المباراة اللي فاتت وضيعه نقطتين لكن انا جربت الاهلي لما بيضيع يعني نقطة او بيحصل كبوة كده صغيرة بيقوم تاني على طوله دي ميزة الفرقة كبيرة فان شاء الله بتمنى لهم التوفيق والاهلي قادر اللي هو ان شاء الله يعمل موسم قوي يعني سواء في افريقيا او في الدوري طيب ايه توقعك ليه عمر احمد بيقول ايه توقعك لنهاي كاس العالم بين فرنسا والارجنسي الفرقتين طبعا فرقتين كبار بس انا بحب ميسي يعني انا بحب ميسي على المستوى الشخصي من احسن الناس اللي شفتها في حياتي بتلعب كرة والناس مش هتحس بيمة ميسي ولا رونالدو الا لما يبطلوا فالناس دي لما تبطل احنا هنفتقد المتعة بكتير يعني فانا ميسي دي الحاجة الوحيدة اللي هو ما شالش كاس عالم مع منتخب بلاده حقق كل الالقاب الشخصية بالنسباله فهو نفسه يشيل كاس العالم عشان يبقى عمل كل حاجة وخصوصا الكاس العالم اللي جاي ميسي مش هيبقى موجود فده اخر واحد دي فاتمنى طبعا ميسي يعمل حاجة مع المنتخبين